تحية لكم سيداتي سابتي وهذه نشرة الثامنة مساء تأتيكم من الفضائية المصرية والليل للأخبار تحية لك عبدالله أهلا بكم والبداية بالعنوية الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء ويوجه بصياغة مسار تنموي متكامل رئيس الوزراء يشدد على تعامل بحزم مع أي تلاعب بالأسعار ويؤكد الإفراج عن بضائع بقيمة ستة وثمانية من عشر مليار دولار خيال زيارة للكاتدرائية الإمام الأكبر يوجه التهنئة للبابا تواضر الساة الثاني بعيد الميلاد المجيد ونتابع في أخبار الاقتصاد رأس المال السوقي للبورصة يسجل رقما قياسيا متجاوزا تريليونا و13 مليار جنيه لأول مرة في تاريخه أما في أخبار الرياضة فمعكم الأهل يواجه همبي والزمالك يستضيف الداخلية غدا في الدور الممتاز أهلا بكم إلى التفاصيل وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تهدف استراتيجية تنمية سيناء لصياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يتسق مع أهمية وخصوصية المكان الفريد لسيناء وخلال اجتماع لمتابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء وجه سيادته بدعم المجتمع السينوي وزيادة مساحة التطوير الحضري كما عقد رئيس السيسي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية وطلع سيادته على مساجدات التطوير المقتم ومشروعات الهيئة الهندسية لتطوير شمال سيناء والموقف الإنشائي والهندسي لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي ولواء محمود توفيق وزير الداخلية ولواء هشام أمنى وزير التنمية المحلية ولواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء ولواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني ولواء أركان حرب أحمد خليفة رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ولواء محمد رشوان رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ولواء أحمد الشازلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة ولواء حسن عبد الشافي المستشاري برئاسة الجمهورية صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء وقد وجه السيد الرئيس بأن تهدف جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية تنمية سيناء إلى سياغة مسار تنموي متطور ومتكامل الأركان يشمل مدنها وقرها ليتصق مع أهمية وخصوصية المكانة الفريدة لسيناء واعتنغم كذلك مع جهود الدولة التنموية المماثلة في كل ربع مصر وذلك بتكاتف كافة وزاراته وهيئات الدولة كما وجه السيد الرئيس بدعم المجتمع السينوي وزيادة مساحة التطوير الحضاري على حساب ما كان قائما من غياب التخطيط مع تدعيم تلك الجهود بالدراسات الاجتماعية والإنسانية المعمقة واللازمة ليكون ذلك بمثابة قاعدة انطلاق لجهود الدولة في تلك البقعة الغالية من أرض مصر الاجتماع شهد استراد المخطط لاستراتيجي العام لتنمية شمال سيناء من كافة الأركان باشتراك جميع وزارات وهيئات الدولة إلى جانب عرض المحددات الرئيسية في هذا الصدد والتي ترتكز على إنهاء أي مظاهر للعشوائية بسيناء وتطوير كافة الخدمات والمرافق بها لإقامة تجمعات تنموية متطورة كما تم استعرض نتائج التجارب السابقة للدولة لتطوير سيناء عن طريق إنشاء التجمعات التنموية والقرى البدوية والوحدات السكنية فضلا عن الإجراءات والجهود التي تم اتخذها لتطهير شمال سيناء من الإرهاب والعناصر التكفيرية لإعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة كما اطلع السيد الرئيس أيضا على الرؤية الاستثمارية المقترح تنفيذها لصالح التجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء بما في ذلك تطوير المدن والطرق والمحاور وإنشاء مرافق سياحية وترفيهية وذلك على ذات النسق الجاري من المشاريع القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بما في ذلك إنشاء مصانع تحسن استغلال الموارد الطبعية في سيناء لسيما التصنيع الغذائي القائم على الإنتاج الزراعي إلى جانب تطوير المطارات والمواني واستكمال الإنشاءات والمرافق بها كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أحمد الشازلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية وقد اطلع سيد رئيس في هذا الإطار على مستجدات تطوير منطقة المقطم خاصة ما يتعلق بالجهود القائمة لحصر قطع الأراضي الفضاء لحسن استغلالها إلى جانب إنشاء مجمع أسواق المقطم وكذا تطوير الكورنيش ورفع كفاءة المرافق وشبكة الصرف الصحي كما تم عرض مختلف مشروعات الهيئة الهندسية لتطوير شمال سيناء خاصة مطار العريش والموقف التنفيذي لمختلف مكونات هذا المشروع من صلاة انتظار ومباني خدمات ومهبط الطائرات تم كذلك استعراض الموقف الإنشائي والهندسي لبعض المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة المرافق والخدمات المختلفة بالعاصمة الإدارية وكذلك الحي الدبلوماسي الذي سيضم صفارات الدول الأجنبية المعتمدة ومقرات المنظمات الدولية والإقليمية المتواجدة في مصر حيث وجه السيد الرئيس بزيادة عدد المستشفيات بالعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى الإسراء في الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء الحي الدبلوماسي على نحو متكامل مع الأحياء الأخرى بالعاصمة الإدارية الاجتماع شهد أيضا عرض مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكبار على مستوى الجمهورية خاصة محور السادس والعشرين من يوليو ومنطقة سفينكس المحيطة وكبري تحيا مصر ومحور المستشار عبد المجيد محمود إلى جانب كل من محور الضبع والطريق الساحلي الدولي بقطاعاته المختلفة كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لجهود الهيئة الهندسية لاستخدام أحدث المعدات والآلات الإنشائية والهندسية التي تساعد على سرعة تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية المنتشرة على كافة رقعة الجمهورية شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة التعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة وبمنتهى الشدة مع أي مخالفة تصدر عن التجار الجشعين مؤكدا أن من حق كل مواطن أن يعرف تسعيرة كل سرعة وفي سياق أخر أكد مدبولي أنه تم الإفراج عما قيمته ستة وثمانية من عشر مليار دولار من البضائع بالموانئ وذلك بتنسيق مع القطاع المصرفي لسمرار الإفراج اتباعا عن شحنات جديدة بتوجيه التهنئة لقضاصة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبتريارك الكرازة المرقصية والأقباط بعيد الميلاد المجيد استهل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة ثم تطرق لزيارته الأخيرة لميناء الإسكندرية والإفراج الجمركي عن البضائع مشيرا إلى أنه تم الإفراج من أول ديسمبر الماضي وحتى اليوم عما قيمته تتجاوز ستة مليارات وثمانمائة مليون دولار وجار التنسيق مع القطاع المصرفي للإفراج عن باقي السلع ومستلزمات الإنتاج تباعا رئيس مجلس الوزراء أشار كذلك إلى منافذ وشوادر أهلا رمضان المنتشرة بالمحافظات لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة كما خاطب الدكتور مدبولي الوزراء مشددا على ضرورة متابعتهم تنفيذ قرار ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وتقديم تقرير دوري بما تم اتخاذه بخطة الترشيد وأنهى الاجتماع أعماله بإصدار قرارات منها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بتعديل مؤسمى لجنة حقوق الإنسان العربية إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كما وفق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثاني لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بهدف تعزيز الحكمة الاقتصادية الشاملة في مصر وزيادة مشاركة المرأة بالقوى العاملة كما وفق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان لتنويل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا المرحلة الأولى من الخط الرابع لمتر أنفاق القاهرة الكبرى توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والمزيد من الإفراج الجمركي للبضائع وخطة لترشيد الإنفاق محاور أساسية على طاولة الحكومة هذا الأسبوع تعكس حرصها على مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي من مقر مجلس الوزراء إيماني التوني التلفزيون المصري وخلال اجتماع الحكومة هنأ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية وجميع المواطنين الأقباط هنأهم بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد كما بعث رئيس الوزراء برقية تهنئة إلى قداسة البابا توادرس الثاني بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد عرب خلالها عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى وطننا العزيز وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام عرب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عن تمنياته للجميع بأن يكون العام الجديد عاما سعيدا يزيد فيه تلحم بين كافة أطياف الشعب المصري وأن يديم على مصر والعالم كل الأمن والاستقرار جاء ذلك خلال زيارة فضيلته يرافق وفده من كبار علماء الأزهر لقداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبتريارك الكرازة المرقصية بمقر الكنيسة القبطية الأرثودكسية لتهنئته بعيد الميلاد والعام الميلادي الجديد وأكد شيخ الأزهر ضرورة لاتجاه إلى الله في الأزمات مشيرا إلى أن الحروب التي نشهدها اليوم سببها رئيسية هو الانفلات الديني والأخلاقية من جهته أعرب البابا توادرس عن سعادته بزيارة فضيلة الإمام الأكبر وعلماء الأزهر مؤكدا أنها تزيد من قوة العلاقة التي تربط المسيحين والمسلمين دعينا الله أن يحفظ مصر وأن يديم عليها الأمن والأمان كما قام فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية بزيارة إلى الكاتدرائية المرقصية بالعباسية حيث قدم التهنئة لقداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بتريارك الكرازة المرقصية بعيد الميلاد المجيد من جانبه أعرب قداسة البابا عن خالص تقديره لحرص فضيلة مفتي الجمهورية على الحضور للتهنئة بعيد الميلاد كل عام هذا وقد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى قادسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبتريارك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن تلك الذكرى العطرة يحتفي بها المصريون جميعهم مسلمين ومسيحيين وهم في رباط لنفصامة به وذلك في مواجهة كل ما أصاب مصر من أزمات كما بعث رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق برقية تهنئة إلى قادسة البابا توادرس الثاني وتقدم رئيس مجلس الشيوخ إلى قادسة البابا وجميع الإخوة الأقباط بأخلص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد دعياً لها أن يعيده على كل المصريين بالخير والسعادة كما أشهد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بالوحدة والتلاحم بين أبناء هذا الوطن مسلمين وأقباط والتي كانت وستظل الحصن المنيع والركيزة الأكبر لتحقيق النهضة الشاملة لمصر الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي كما بعث وزير الداخلية سيد محمود توفيق برقية تهنئة إلى قادسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وتقدم وزير الداخلية لقادسة البابا وجميع الأخوة المسيحيين بأصدق التهاني والأميات بتلك المناسبة التي يستقي منها جميع مشاعر المحبة والمودة ويكرس الاحتفاء بها لتلحم الفريد لأبناء الأمة المصرية كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للأنباء إبراهيم إسحاق سيدراك بطريارك طائفة الأقباط الكاثوليك بهذه المناسبة دعيا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الغالية على الأمة المصرية بكل خير وازدهار ونماء كذلك بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى دكتور القصة أندريا زاكي رئيس الطائفة الإنجلية بنصر راجيا جميع أبناء الطائفة ومتمنيا لهم أطيب التمنيات ودوام التوفيق وسداد ولمصر الغالية المزيدة من التقدم والازدهار كما بعث وزير الداخلية بأصدق التهاني وأطيب التمنيات للأخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأماناء والمساعدين والمندوبين ومعاونين والجنود والخفراء وغيرهم بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ القرارات اللازمة لدعم قطاع الهايدروجين الأخضر وذلك بما يتماشى مع التوجه العالمي لدعم مثل هذه المشروعات جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة سكاتيك النيرويجية في مصر حيث أشار رئيس الوزراء إلى قرار المجلس بشأن تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر من بين مجالات أخرى مؤكدا أن شركة سكاتيك تعد شريكا استراتيجيا لمصر في مجال الهايدروجين الأخضر من جانبه استعرض الرئيس التنفيذي لشركة نيرويجية آخر تطورات مشروعات الشركة في مصر والتي تتضمن مشروع انتاج الهايدروجين الأخضر بقدرة 100 ميجاوات وكذلك مشروع انتاج الأمونيا الخضراء سعة 1 مليون طن سنويا وكلهما بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذا مشروع طاقة الرياح بقدرة 5000 ميجاوات الذي تعمل الشركة على تطويره في مصر كما عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصفى مدبولي اجتماعا مع عدد من المسؤولين الإماراتيين لاستعراض الترتيبات الخاصة بمشاركة مصر كضيف شرف في فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تصدفها مدينة دبي الإماراتية وفي مستهالي الاجتماع وجه مدبولي الشكر إلى قيادة السياسية الإماراتية على اختيار مصر كضيف شرف لدورة هذا العام من القمة العالمية للحكومات مؤكدا على التعاون والتنسيق المستمرين بما يسهم في إخراج هذا الحدث المهم بالصورة المميزة ويعكس مدى ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية ممتدة في مختلف المجالات كما أشار رئيس الوزراء إلى دور القمة العالمية للحكومات وتميزها في استقطاب نخبة من قادة الحكومات والوزراء وصناع القرار والمختصين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم استأنفت اللجنة الفرعية المشكلة للصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية استأنفت اجتماعاتها بمقر مجلس نواب وتناول الاجتماع استعراض مقترحات أعضاء اللجنة على بعض المواد حيث تم التوافق على بعض الصياغات المبدئية لبعض المواد على أن تستأنف اللجنة مناقشة باقي مواد القانون في اجتماعاتها القادمة تواصل أجهزة وزارة داخلية جهودها للتصدي للجرائم التموينية بأشكالها كافة وبمختلف محافظة الجمهورية وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط العديد من قضايا غش السلع وحكبها عن التداول وبيع سلع منتهية الصلاحية استمرار للجهود الأمنية المبذولة للتصدي للجرائم التموينية المتنوعة في هذا الإطار شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومدريات الأمن حملات أمنية مكبرة أصفرت عن ضبط أكثر من 42 طن دقيق أبيض تم تخزينها لحكبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول بالجيزة وضبط 105 طن مواد غذائية متنوعة قام مالك عدد من مخازن لتجارة السلع الغذائية بالجيزة بحكبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من سعرها المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 85 طن مكارونة وسكر وزيد طعام فضلا عن أكثر من 65 ألف لتر زيد طعام تم حكبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالجيزة والمنوفية والشرقية ومع تواصل التصدي لجرائم حكب السلع عن التداول بالأسواق تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 105 طن أرز أبيض تم تخزينها لحكبها عن التداول بالأسواق بالقليوبية والبحيرة لبيعها بأزيد من السعر المتداول ونجحت في ضبط 57 طن مواد بناء بسلاسة مخازل لتجارة مواد البناء بالقليوبية والمنوفية قام المسؤولون عنها بتخزينها لبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة وعضبط 30 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية بالمنوفية وعضبط 15 طن أعلاف حيوانية قام مسؤول محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية بحجبها لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وعلى صعيد التصدي لجارة السلع منتهية الصلاحية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 10 أطنان مواد غذائية غير صالحة لاستهلاك الأدمي بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالشرقية وضبط أكثر من 45 طن لحم ودواج ومصنعتها غير صالحة لاستهلاك الأدمي بالقاهرة والجيزة والشرقية والقليوبية وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 154 طن مخليلات غير صالحة لاستهلاك الأدمي بحوزة المسؤولين عن مصنعين لإنتاج وتعبئة المخليلات بالمنوفية والإسكندرية ونجحت في ضبط 25 طن أعلاف حيوانية ومسلزمات إنتاجها غير صالحة لاستهلاك الحيواني بحوزة المسؤول عن مصنع للأعلاف الحيوانية بالقليوبية نتواصلون معكم من التلفزيون المصري ونتابع غدا جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأقصى على واقع الحرب في أوكرانيا بوتين يتعهد بمواصلة تطوير القدرات القتالية وكيف تساعد الاستقبال منظومة باتريوت الصاروخية اشتركوا في القناة أهلا بكم جديد يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة غدا بطلب فلسطيني أردني مشترك لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في القدس وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إن الجلسة ستناقش الانتهاكات الإسرائيلية بعد اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن جفير المسجد الأقصى المبارك أمس في خطوة استفزازية أثارت ردود فعل غاضبة كما اقتحم مستوطنون إسرائيليون صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال وأدوا طقوسا تلمودية استهدف قصف بصاروخين قوات تحالف الدولي في شرق سوريا من دون أن يقع خسائر وفق ما أعلنته القيادة المركزية للجيش الأمريكية وأورد بيان للتحالف أن قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها مقاتلون أكراد زارت موقع إطلاق الصواريخ وعثرت على صاروخ ثالث لم يتم إطلاقه وتعرضت قواعد أمريكية في شمال وشرق سوريا لاستهداف متكرر خلال الأشهر القليلة الماضية كان أحدها في السادس والعشرين من نوفمبر وذلك في إفادة لقوات التحالف في قاعدة جنوب محافظة الحسكة في هجوم رجح المرصد السوري أن يكون تنظيم داعش مسؤولا عنه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستسلم أوكرانيا دبابات قتالية خفيفة وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلادومير زالانسكي أكد ماكرون على التزام باريس باستمرار دعم كييف في الحرب الدائرة حاليا فيما قال لليزين المساعدة العسكرية الفرنسية الجديدة لأوكرانيا تعد هي المرة الأولى التي تزود فيها فرنسا القوات الأوكرانية دبابات ذات تصميم غربي أشرف الرئيس الروسي بلادومير بوتين عبر الفيديو على انتلاق سفينة حربية مزودة بصواريخ جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت في مهمة في المحيطين الأطلنطية والهندية والبحر الأبيض المتوسط على الجانب الآخر أعلنت أوكرانيا أنها بدأت الاستعدادات لنقل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا ضمن حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة تبلغ قيمتها نحو مليار وثمانمائة مليون دولار على وقع الأزمة الأوكرانية وفي خطوة من شأنها زيادة قوات الرد الروسية أرسلت موسكو الفرقاطة الجديدة أدميرار جورشيكوف لاختبارها ضمن مهام عسكرية موسعة في المحيطين الأطلنطي والهندي والبحر المتوسط الفرقاطة التي أمر الرئيس الروسي بإرسالها إلى مصارع الحالي ما هي إلا خطوة ضمن خطوات أخرى تعهد بها بوتين لمواصلة تطوير القدرات القتالية للقوات الروسية وإنتاج أسلحة واعدة أنا واثق من أن مثل هذه الأسلحة القوية ستحمي روسيا بشكل فعال من التهديدات الخارجية وستساعدنا على الدفاع عن مصالحنا الوطنية وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو أعلن أن الفرقاطة ستستخدم صواريخ سيركون التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال رحلتها الطويلة مضيفا أن الفرقاطة ستركز على مواجهة التهديدات وكذلك الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بالاشتراك مع الدول الصديقة على حد وصفه وبحسب الجانب الروسي فإن منظومة سيركون الصاروخية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ليس لها مثيل في العالم حيث تصل سرعتها إلى ما يقرب من ثمانية أضعاف سرعة الصوت أي ما يعادل نحو 9800 كيلو مترا في الساعة على الجانب الآخر وبحسب مسؤولين أوكرانيين بدأت الاستعدادات لنقل أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا والتي وعد الرئيس الأمريكي بتقديمها لكييف خلال استقباله لنظيره الأوكراني فولاديمير زيلينيسكي الشهر الماضي ضمن حزمة مساعدات عسكرية تصل إلى مليار وثمانمائة مليون دولار يأتي هذا في الوقت التي تستعد فيه كييف لاستقبال شحنات جديدة من حزمة المساعدات العسكرية من الدول الأوروبية ولسيما الدبابات والمركبات المدرعة والقذائف المضادة للدروع تسليح هنا ودعم عسكري ومادي هناك سباق محموم نحو التسليح وتطوير القدرات الهجومية تقابله تحركات حثيثة لدعم أوكرانيا وتقوية دفاعاتها الجوية فهل ستزيد تلك التحركات من تعقيد الأزمة واستمرار المواجهات العسكرية أم أن الجميع سيدرك أهمية التوصل لحل للأزمة عبر التعوض والحوار ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية ارتفاع حصيلة الهجوم الأوكراني على مركز عسكري روسي في مدينة ماكافكا شرقية أوكرانيا إلى نحو تسعين قتيلا كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن قواتها الجوية تنفذت ضربة على موقع لفيلق أجنبي تابع للجيش الأوكراني في دونيسك ما أدى إلى مقتل أكثر من 130 مرتزقا خلال ساعات الأربع والعشرين الماضية وأضفت الوزارة أنه تم تدمير أربع رجمات صواريخ أمريكية الصنع من تراز هيمارس في دونيسك من ناحية أخرى استبعد البيت الأبيض احتمالية أن تكون روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولية وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جانبيار إنه من الصعب التعامل بجدية مع فكرة أن روسيا مستعدة للحلول الدبلوماسية مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على تزويد الأوكرانيين بالأسلحة وتعزيز قدراتهم العسكرية كما أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن مهمة الولايات المتحدة هي الاستمرار في دعم أوكرانيا عسكريا حتى تصبح في أفضل وضع لتفاوض عندما يحين الوقت يواصل مجلس النواب الأمريكي عقد جلسات الانتخاب رئيس له يأتي ذلك بعد ثلاث جولات اقتراع أمس فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحها كيفين مكارثي رئيسا للمجلس في سابقة منذ مئة عام ولم يجمع كيفين مكارثي سوى مئتين وثلاثة أصوات فقط بينما يحتاج انتخاب رئيس مجلس النواب أغلبية من مئتين وثمانية عشر صوتا أعلن مسؤول الأمن المحلي الصومالي ارتفاع عدد قتل هجومين متزامنين وسط البلاد إلى خمسة وثلاثين قتيلا واتهم المسؤول عناصر حركة الشباب المتطرفة بالوقوف وراء الهجوم الذي تم تنفيذهما بسيارتين ملغمتين وسهدف مدنيين بمنطقة سكنية كان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد أطلق عملية أمنية واسعة ضد الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تخد منذ خمسة عشر عاما هجمات دامية ضد الحكومة الفيدرالية المدعومة دوليا أعلنت ألمانيا أنها ستضغط من أجل ضمان تحرك موحد داخل لتحدي الأوروبي تجاه المسافرين القادمين من الصين بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك وفي المقابل اعتبرت الصين أن فرض إجراءات مشددة من قبل 12 دولة بينها الولايات المتحدة وأستراليا وإيطاليا وفرنسا غير مقبول مشيرة إلى أن تلك الإجراءات لا تستند إلى أي أساس علمي صحيح بينما تحشد الصين الجهود لتحقيق ما تسميه نصرا نهائيا على فيروس كورونا يسعى مسؤولون بمنظمة الصحة العالمية للوقوف على الحقائق وراء حالات كورونا المتزايدة في الصين وسبلي منع انتشار الفيروس على نطاق أوسع وأدى إلغاء الصين قيودها الصارمة المرتبطة بالجائحة شهر الماضي إلى انتشار الفيروس بين 1.4 مليار نسمة ليست لديهم مناعة تذكر بسبب الإغلاق المفروض عليهم بعد ظهور الفيروس في مدينة وهان وانتقدت الصين القرارات التي اتخذتها بعض الدول التي اشترطت على الوافدين من بكين تقديم نتائج سلبية لفحص كورونا قائلة إن تلك القرارات غير منطقية وتفتقر إلى الأساس العلمي من جانبه انتقد رئيس أكبر هيئة تجارية لشركات الطيران في العالم القيود المفروضة على المسافرين من الصين هذا ومن المقرر أن يعقد مسؤول الصحف الاتحاد الأوروبي اجتماعا اليوم لبحث استجابة منصقة بشأن الوافدين من الصين في سياق متصل قال البيت الأبيض أنه ليس هناك ما يدعو الصين إلى الانتقام من الولايات المتحدة ودول أخرى لقيامها بفرض قيود على المسافرين القادمين من بكين في إطار التدابير اللازمة لمكافحة تفاشي وباء فيروس كورونا وأصبحت اليابان أحدث دولة تشترط إجراء اختبار كورونا للوافدين إليها من الصين بعد إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وكوريا الجنوبية ودول أخرى ولن تشترط الصين على المسافرين إليها الدخول في الحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير لكنها ستطلب منهم ما يثبت إجراء اختبار كورونا قبل مغادرتهم يأتي هذا فيما ذكرت جامعة جونز هوب كينز الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفعت إلى أكثر من 660 مليون إصابة من ناحية الأخرى التقى مسؤولون من منظمة الصحة العالمية بعلماء صينيين وسط مخاوف بشأن دقة البيانات الصينية حول تفشي المرض وتحوره كانت المنظمة قد دعت العلماء لتقديم بيانات تفصيلية عن التسلسل الفيروسي ومشاركة البيانات المرتبطة بحالات دخول المستشفيات والوفيات والتطعمات المرتبطة بالفيروس تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بخفض تضخم إلى نصف هذا العام ومعالجة أزمة النظام الصحي وتصدي للهجرة غير النظامية وفي خطابه الأول خلال العام الجديد تعهد سوناك بخفض الديون التي ارتفعت منذ منتصف في عام 2021 تحت تأثير التضخم الذي يقارب نسبة 11% كما وعد سوناك بخفض توابير الانتظار الطويلة في نظام الصحة العامة الذي لم يعد قادرا على الاستيعاب بسبب التقشف وتدعيات جائحة كورونا ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في الفلبين إلى 52 قتيلا وتسببت الفيضانات في تشريد أكثر من 640 ألف شخص فيما لا يزال العشرات في عداد المفقدين كما أسفرت الفيضانات عن القطاع امدادات الكهرباء والمياه ببعض المناطق وتعد الفلبين من أكثر الدول عرضة لتدعيات تغير المناخ وحذر العلماء من أن العواصف تزداد قوة على البلاد كلما ارتفعت درجة حرارة العالم احنا حضرتك سمعنا عن قانون وتأسيراته فجيت بنفسي هنا بدون أي محامي وقدمت الطلب حضرتك بالضبط من حوالي شهر وانا انت حمست جدا الفكرة ان التسجيل الاول كان موضوع صعب جدا 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 انه يتم لكن بصدور القانون الجديد في الشهر مايو انا على طول تقدمت في اوائل يونيو القانون الجديد سهل لنا عملية التسجيل ده بالعكس ان انا ممكن اجي اسجل الشقة بنفسي الاوراق بتاعتها بتقدم والناس معاملتها كان جميلة جدا في خلال 37 يوم بيتسجل العهد وبيتشهر والتكلفة بتاعته مرتباش كبيرة لا ده التكلفة بتاعته بتبقى أوليلا بمقارنة بالطريق التسجيل اللي قبل كده قدمنا في المحكمة بدعوة رفعنا دعوة تثبيت ملكية وبحالي كان في حد ينزعنا على الملكية فتوجهنا بالدعوة لمأمورية الشهر العقاري ولقينا هنا اجراءات يعني متسهلة وبعدين هنا حضرتك في خلال شهر كنت بخلصة هنا الدعوة بتاعي شهر الدعوة بتاعتي أنا معايا حكم إنهائي بقاله 41 سنة وفي خلال الفترة اللي فاتت عجزت مني أسجله إنما في الخانون الجديد الحقيقة يعني أقدر أقول الشهر في شهر لأن أنا قدمت في أول شهر تمانية 25 تمانية كنت مستلم العقدي معي طبعا ده إنجاز ما حصلش في مصر من بداية المستشار وزير العدل ما ابتدى يسجل بنفسه في البداية خالص وأنا ابتديت فعلا وابتديت في أول تمانية خدت رقم خيدي يوم 2 تمانية عملت المعينة يوم 14 تمانية خدت تصديق يوم 20 تمانية 29 تمانية كنت أخذ رقم مش يعني وخدت العادة طبعا بعد منه بسبوع وعشر تيام حاجة زي كده أنا طبعا بنصح كل الناس إنها تقدر تسجل شايتها وتستفاد بالقانون الجديد دوت لأنه أولا هو سهل حاجات كتير ثانيا لغى مثلا فصل ضريبة التصرفات كنا الأول لازم ندفع ضريبة التصرفات عشان نقدر نسجل ده وقتها وفصلها تماما أنا كمشتري مش مطالب مني إن أنا أدفع ضريبة زي ما قلت حاليك الوقت وقت ولايل جدا أنا دلوقتي بشري شقة وبدفع رقم كبير فأنا دلوقتي إلي يخليني إن أنا أتسل على تسجيل وخصوصا كمان إن الرسوم بقت دلوقتي محددة يعني حد أقصى لتسجيل أي شقة أو أي عقار 3900 جنيه دي رسوم سابتة كان بيحصل أمور كتير أمور نصب إن أنا بشري شقة بعقد وبص لقي واحد تاني مع نفس العقد واحد تالت ورابع فالبايع بحل أكثر من واحد وفلوسي روح فلا أنا أسجلها دلوقتي شهر عقاري وتبقى مسجلة بإسمي وبإسم أولادي بعض عمر طويل يعني كده ضمنت حقوقي وضمنت شائتي لأن أنا دفعت فيها المبلغ الكبير ده نوصل متابعاتنا انطلقت بالقاهرة أعمال لجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي التي تناقش عددا من الموضوعات الإجرائية الخاصة التي تعزز العمل البرلماني المشترك وتستمر أعمالها حتى السبت المقبل اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد تستعرض أيضا عددا من مشاريع القوانين الاسترشادية تجاه العديد من القضايا العربية الملحة لبلورة رؤية برلمانية مشتركة تجاه تلك القضايا ذات الاهتمام المشترك انطلقت اجتماعات الدورة التساعة والعشرين للجنة التنفيذية واجتماعات اللجانة الخاصة واجتماع الفريق القانوني ولجنة جائزة التميز البرلماني العربي لاتحاد البرلماني العربي برئاسة مملكة البحرين في دورتها الحالية من أجل تطوير رؤى المشتركة دعما لتقدم العمل البرلماني العربي وتبادل الخبرات التشريعية لمناقشة اقتراحات تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي تم وضع الاتحاد البرلماني العربي في السنة 1974 من 1974 اليوم هذا طبعا أكيد أن يكون تقييرات كثيرة سواء في الميثاق أو في اللائح الداخلي أو النظام الداخلي وكل هذا يأتي بعد مران وممارسة وطبعا مشاركة الدول ووضع تصورات جديدة وطبعا الأحداث اللي قاعدة تصير في العالم ككل وليس فقط للدول العربية بحيث أن الميثاق يكون قوي والصلب يتماشى مع الوضع الحالي اللي قاعدة تصير في العالم النظام الداخلي يكون لها قوانين هذا النظام يكون ساير على جميع الدول المشاركة طبعا في الاتحاد البرلماني العربي ويكون سهل عملية أن الجميع يكون عندهم نظام يمشون عليه ويعد هذا الاجتماع اليوم اجتماع هاما جدا خاصة بأنه يختص في النظام الداخلي وللاتحاد البرلماني العربي ومشاركة جميع الشعب البرلمانية في الاتحاد البرلماني العربي في هذا الاجتماع وكان للمجلس الوطني الاتحادي لدولة البرلماني العربي ومتحدة قدم بعض من المقترحات وتمت الموافقة عليها في تعديل النظام الداخلي للميثاق الاجتماعات ستناقش النماذج الاسترشادية حول قوانين القرائم البيئية والملكية الفكرية والقرائم الالكترونية ومختلف الملاحظات الواردة حولها النهوض في الاتحاد العربي لا شك أنه يجب أن يواكب التطورات الحاصلة اليوم في الديمغراطية وفي وسائل التواصل الاجتماعي واليوم لم يعد يخفى على المواطن العربي أي شيء مطروح في الساحة وبالتالي لا بد أن يكون المواطن العربي مطلع على هذه الأمور وعلى كل ما يجري في الساحة وهذه التعديلات كلها تصب في مزيد إن شاء الله من الحريات لأبناء الوطن العربي بإذن الله كما ستقروا الاجتماعات عددا من التوصيات والقرارات التي رفعها الفريق القانوني والتي تتضمن تشكيل لجنة مصغرة منبثقة عن الفريق القانوني لدراسة النماذج الاسترشادية للقوانين بالإضافة إلى دراسة لائحة جائزة التمييزي البرلماني يعمل الاتحاد البرلماني العربي على تنصيق الجهود البلمانية وتعزيز اللقاءات والحوار البناء بين المجالس البرلمانية العربية لمناقشة القضايا المؤثرة على المستوى العربي والعالمي لتوحيد رؤى البرلمانية بما يخدم الدول العربية بسم الشاعر أنيل قام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمر طلعت بالزيارة لقرأ مركز زفتة بمحافظة الغربية لمتابعة ما تم تنفيذه من شبكة اتصالات وماد كابلات الفايبر خلال الزيارة افتتح وزير الاتصالات مركز خدمة العملاء لأحدى الشركات المصرية للاتصالات بمدينة طنطا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة جاءت زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمتابعة ما تم تنفيذه من شبكة الاتصالات وماد كابلات الفايبر بقرية سندبست مركز زفتة بمحافظة الغربية رجعت خطة احلال الكوابل الياف الضوائية محل النحاسية اكتر من 76 الف بيت في محافظة الغربية دخلت لهم شبكات الالياف الضوائية محل النحاسية ايضا اضافنا اكتر من 7500 بيت جديد دخل لها خدمة الانترنت فائق الصرع سنتفقد بعد قليل اعمال توصيل شبكات الالياف الضوائية في قرية نهطايا وسندبست ومن جانبه اكد محافظة الغربية ان وزارة الاتصالات تولاهتماما ودعما كبيرا في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية وبخاصة البنية التحتية والمعلوماتية بقرى ومدن المحافظة من بضل الحياة الكريمة عندنا 26 مركز بريد تم تطورهم وانشاء بعض المراكز الجديدة ايضا ابراج المحمول حوالي 53 برج تم تنفيذ جزء كبير جدا منهم بعضهم رفع كفاءة والبعض انشاء جديد ايضا توصيل الفايبر اوبتيكس للقرى وزارة الصرع بتشتغل في 54 قرية المندرجين تحت حياة كريمة في مركز زفتة وخلال الزيارة قام الوزير وبمرافقة محافظة الغربية بافتتاح مركز خدمة العملاء للمصرية للاتصالات بحي العجيزي بمدينة طنطة واستمع خلال الجولة لاراء المواطنين بما تقدمه من خدمات ميصرة لهم الخدمة هنا عشر العشر كلهم احترامين الله يبرك لهم احسن معاملة واي حد له طلب بيخلص في ثواني ما فيش لاعطلة ولا اي عقوبات في الطريق دلوقتي المستوى عالي قوي قوي يعني طبعا مع التوفر الالياف الصنة الضوئية ودلوقتي موجود دلوقتي الفايبر وإحلال الكبين طبعا يعني نحس دلوقتي بيتضاء الفايبر أعلى وخدمته أسرع وأحسن خطوات استباقية من مؤسسات الدولة كافة لسيام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية العملاقة للإسراع نحو مصر الرقمية التي تنشدها مصر في الجمهورية الجديدة افتتح اللواء خالد فودا محافظ جنوب سيناء معرض مكافحة الغلاء لتوفير السلع الغذائية لمواطني المحافظة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق اللواء فودا وجه مسؤولية المحافظة بضرورة بدل الجهد لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء اهتماما بالأسر غير القادرة ودعما لهم للتخفيف من الأعباء عن كاهلهم قام محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودا بافتتاح معرض محاربة الغلاء الذي تقل فيه أسعار السلع المختلفة بحوالي خمسين في المئة عن مثيلاتها في الأسواق المحافظ وجه مسؤولي المحافظة بضرورة النزول إلى الشوارع لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء مشيرا إلى وجود السلع المختلفة في الأسواق بكميات كبيرة في وسط الناس أنا أريد أن ننبه على المدرين وعلى رئيسنا من جمعية المرأة والأستاذ بيبريل المسؤول عن الشباب في الشارع متواجدين في الشارع 24 ساعة لأن الناس عندها مشاكل الحقيقة إحنا أقلم حافظة في المشاكل إحنا أقلم حافظة ومع ذلك أنا مش عايش ولا واحد يشتكي أن الحاجة مش موجودة أو الحاجة غالية شوية أبدا فودا وللتخفيف عن الأسر الأكثر احتياجا قام بتوزيع ثلاثة ألاف كرتونة مواد غذائية وألف بطانية على الأهالي بالقرى والوديان قدمتها الجهة الحكومية بالإضافة إلى توزيع الجواكت والملابس على الأسر والأطفال من ذوي الهمم ولدعم الأسر المنتجة تم تنظيم معرض لمنتجات هذه الأسر ومنتجات الجمعيات التي تقوم بتدريب النساء بالمحافظة على المهن المختلفة وفي لقاء جماهري حضره مشايخ وعقلاء البدو والقيادات التنفيذية عرض محافظ جنوب سيناء إنجازات المحافظة لعام 2022 أكد أن المحافظة شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام السابقة لتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن السينوي في أي جزء من أجزاء المحافظة سوزان مصطفى التلفزيون المصري والآن هذا موعدكم مع أخبار المال والأعمال والاقتصاد بصحبة زميلة دينا قنديل إليك جيدا أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد للثامنة أهلا بكم انتعشت تعاملات البورصة مدعومة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وعدد من البنوك وأكدت الالتزام بسعر صرف مرن وإصدار شهادات ادخار لمدة سنة ذات عائد مرتفع وصل إلى 22.5 أو 25% صاحبها بدء البنوك في توفير الدولر للعمليات الاستيرادية وسط توقعات بانفراجة اقتصادية خلال الفترة المقبلة وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة رقما قياسيا جديدا لدى إغلاق اليوم ليصل إلى مستوى تريليون وثلاثة عشر مليار جنيه لأول مرة في تاريخه بمكاسب قدرها 22 مليار جنيه عن إغلاقه بالأمس وقفز المؤشر الرئيسي للبرصة اي جي اكترتي بأكثر من 3.2 من 10% ليغلق عند مستوى 15557 نقطة كذلك صعد المؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 3 من 10% بينما هبط المؤشر اي جي اكس 70 بنسبة 7 من 10% طرح بنكان وطنيا شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة سنوية نسبتها 25% تصرف بنهاية المدة او فائدة 22.5% تصرف شهريا الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم في كافة فروع البنكين وجميع القنوات الالكترونية الخاصة بهم وتقدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمعدد 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسية النقدية في عام 2022 أعلن وزير التموين عن المصلحي افتتاح عدد من معارض أهلا رمضان في محافظات الأقصر وأسوان والمينيا والدميات والشرقية مؤكدا أنه جاري إنشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية ووجه المصلحي المديريات بنشر المعارض بالمراكز والقرى والنجوة مع المنافذ المتنقلة ومنافذ جمعيتي بالأماكن التي تبتعد عن الجمعيات الاستهلاكية والسلاسل التجارية التي ستدخل معارض أهلا رمضان تصل التخفضات ما بين 25 و 30% أعلنت وزارة البتروغول أن مشروع إقامة المنصة البحرية والتسهيلات اللازمة للإنتاج المبكر من حقل شمال جيسوم الشمالي لشركة بيتروغولف بمنطقة خليج السويس يصهم في تحقيق زيادة في إجمالي الإنتاج الحالي بأكثر من الضعف ليصل إلى نحو 20 ألف برميل من خلال حفر ثلاثة أبار ووضعها على خريطة الإنتاج خلال النصف الأول من العام الجاري جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمشروعات برئاسة لقطاع البترول برئاسة المهندس طارق الملة وزير البترول في إطار متابعة مراحل تنفيذ مشروعات توسعات نصفات تكرير مدار بالإسكندرية ومجمع أنوبيك لإنتاج صالر بأسيوت ومجمع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأورزماتك وأوضح كذلك أنه من المنتظر الانتهاء من وضع أولى الأبار أوائل الشهر المقبل وبدء الإنتاج من المشروع وصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها بعدما عززت قراءة أقل للتضخم في فرنسا المعنويات بينما ينتظر المستثمرون بيانات بشأن نشاط الشركات في منطقة اليورو ومحضر الاجتماع الماضي لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ارتفع المؤشر ستاكس ستمائة للأسهم الأوروبية بنحو خمسة من عشرة في المائة بينما زاد المؤشر كاكا أربعين الفرنسي ثمانية من عشرة في المائة وارتفع مؤشر قطاع الصناعات التحولية بمنطقة اليورو بنحو اثنين فاصل سبعة من عشرة في أول أسبوع تداول من العام ارتفع إنتاج منظمة الدول المصدرة للبيترول أوبيك من النفط في ليسومر الماضي رغم اتفاق تحالف أوبيك بلاس الأوسع نطاقا على خفض الانتاج لدعم السوق وأشار مسح إلى أن منظمة أوبيك ضخت 29 مليون برميل يوميا الشهر الماضي بزيادة قدرها 120 ألف برميل يوميا عن نفامر السابق وسجل إنتاج أوبيك في ستامبر أعلى مستوى له منذ 2020 وبعد الفصل نصعر الأحوال الجوية ومؤخرة أخبارها معنها محمود مشاهدين أهلا بكم ونشر الجوية يسود طقس لطيف شمالا وجل بحر والقاهرة وشمال الصعيد معتدل جنوبا وجنوب سيناء نهرا بارد ليلا وشبر صباحا على الطرق شمالا حتى شمال الصعيد والبحر المتوسط معتدل والبحر الأحمر معتدل أيضا وعن التوقعات الثلاثة أيام القادمة نبدأ عن القاهرة الخميس 12-20 الجمعة 11-19 والسبت 12-19 أما عن شرم الشيخ الخميس 14-23 الجمعة 14-22 والسبت 14-23 وأخيرا مع الأكسر الخميس 9-22 الجمعة 10-22 والسبت 11-23 ونتعرف الآن مشاهدين على بيان تفصيل بدرجات الحررة متوقعة بإذن الله القاهرة 11-20 الإسكندرية 15-19 دمية 13-20 بورسعيد 13-19 العريش 12-19 رفح 10-18 الإسماعيلية 10-20 السويس 10-20 أيضا إلى نهاية جولتنا الإخبارية وهذا تفكير بأبرز عنوينها الرئيس السيسي يتابع الاستراتيجية القومية لتعمير سيناء ويوجه بصياغة مسار تنموي متكامل رئيس الوزراء يشدد على التعامل بحسن مع أي تلاعب بالأسعار ويؤكد الإفراج عن بضائع بقيمة 6.8 مليار دولار خلال زيارة للكاتدرائية الإمام الأكبر يوجه التهنئة لبابا توادرس الثاني بعيد الميلاد المجيد هذا ويمكنكم متابعة البت الحي لنشرتنا وبراميجنا والمزيدين الأخبار عبر موقعنا الإلكتروني شكرا لكم مشاهدين الكرام وكل عام وانتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة